السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل فعل شيئا عجيبا أرجو له الجنة تعالوا نعرف بعد ونصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة رأيت صورة لرجل كبير مسن يعني كبير جدا في سن ومريض مرضا شديدا لدرجة أنه بيحتاج إلى أمبوبة أكسجين وجهاز بيتركب علشان يقدر يتنفس تنفس صناعي كل يوم لمدة 24 ساعة رجل مريض مرضا شديدا هذا الرجل لو صلى في بيتي فهو معظور أمام الله لأنه مريض مرضا شديدا ولا يستغني عن أمبوبة الأكسجين ومع ذلك طلب من واحد يصنع له أعداء لأمبوبة الأكسجين والأعدادات بتركز على عجل بحيث أنه ياخد معاه أمبوبة الأكسجين كل يوم خمس مرات علشان يروح يصلي الصلاة في جماعة زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو هي عبارة عن صورة وإحنا مكررينها عملينها فيديو علشان تشوفوا يعني الصورة شكلها عاملة الصورة مش محتاجة أي تعليق الصورة بتعلق وتعبر عن نفسها رجل كبير في السن وفي نفس الوقت مريض مرض شديد لو صلى في بيتي معذور أمام الله ومع ذلك لم يعذر نفسه وواخد كل يوم أمبوبة الأكسجين معاه معمولة على عجل ويروح ويدخل المسجد خمس مرات صورات بأنبوبة الأكسجين عشان يصلي الصلاة في جماعة منظر تاني شفته برضو في فيديو آخر لكنه مش موجود معاه دلوقتي للشاب أيضا هذا الشاب يعني ليس له أقدام ليس له رجل يعني جسمه فقط عبارة عن يديني والجسم الحد الوسط فقط والجزء الأسفل من جسمه كله مبتور ولا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم خمس صلوات يزحف على بطنه وعلى يديه من البيت إلى المسجد ذاهبا وعائدا في الخمس صلوات عشان يخش يصلي الصلاة في جماعة فدي رسالة لكتير من شبابنا الأفاضي اللي ربنا يحفظهم ويبارف يوم ويديهم لكتير من الشباب اللي بيصلوا صلاة في البيت بغير عذر وهم بكامل الصحة والعافية بفضل الله سبحانه وتعالى بل منهم من لا يصلي أصلا لا في البيت ولا في المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان أحد السلف كان يقول والله لقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني كان الرجل مش قادر يتحرك من شدة المرض كان يتسند على اتنين ويبضلوا كده يسندوا لحد المسجد ويوقفوا في الصف ويتركوا حتى يصلي بل أحد السلف كان في بداية سكرات الموت سبحان الله في بداية سكرات الموت فسمع آذان المغرب فقال احملوني إلى المسجد قالوا وأنت في تلك الحالة يعني أنت خلاص بتموت فقال احملوني إلى المسجد أسمعوا حي على الصلاة حي على الفلاح ولا ألبي نداء الله احملوني إلى المسجد فحملوه إلى المسجد وهو في بداية السكرات ووقف خلف الإمام فلم يستطع لكوف فجلس فصلى وهو جالس ومع أول سجد سجدها لله سبحانه تعالى في صلاة المغرب فاضت روحه إلى باريها ومن مات على شيء بعث عليه كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وأهل وسلم الحقيقة محتاجين أننا شبابنا وبناتنا يعرفوا فعلا قدر الصلاة الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الصلاة هي الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة هي أول ما نحاسب عليه بين يدي الله يوم القيامة من أعمالنا الصلاة كانت للنبي هي قرة عين النبي قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فالله الله في الصلاة يا شباب ويا بنات ويا إخواني ويا أخواتي ويا أهلي ويا أحبابي هؤلاء الناس الرجل الذي ذهب إلى المسجد بأنبوبة الأكسجين والشاب المبتور الذي بطر جزءه الأسفل ومع ذلك يسحف على بطنه وعلى يديه لكي يدرك الصلاة في المسجد فهؤلاء جميع المعذورين ومع ذلك كانوا يحافظون على الصلاة فحافظوا على الصلاة أيها الشباب في المسجد وإياتها البنات والأخوات حافظوا على الصلاة في وقتها ولو في بيتكم ولكم نفس الأجر إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة قرة أعيننا وأن يجمعنا مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته